هذا ويؤدي الحرس الوطني دورا فاعلا أسهم في الارتقاء بالمنظومة الأمنية والدفاعية لمملكة المحرين لحماية المقدرات والمكتسبات الحضارية والتنموية للمملكة هذا الدور تجلى في مشاركة الحرس الوطني في التمارين والمناورات العسكرية المشتركة بين الجهات المعنية المحلية والإقليمية والعالمية بما يساهم في تعزيز القدرات العسكرية والدفاعية منظومة أمنية ودفاعية تميزت بمستوياتها المتقدمة والعالية الحرس الوطني حصن الوطن المنيع يتفرد بدوره الفاعل وجاهزيته الرفيعة عبر العديد من المواقف الوطنية والمنجزات والمساهمات المشهودة في حماية المقدرات والمكتسبات الحضارية والتنموية لمملكة البحرين صرح وطني أمني طور من منظومته ليصل إلى هذا المستوى المتقدم عبر التعاون المستمر والمشاركة الفاعلة في التمارين والمناورات العسكرية بين الجهات المعنية المحلية والتي تأتي ضمن جهود رفع مستوى التعاون وتبادل الخبرات بين الحرس الوطني وقوة دفاع البحرين ومؤسسات الأمن العام لمواكبة التطورات في المجالات الأمنية واعداد الكوادر الإعداد الأمثل كما يحرص الحرس الوطني على تدعيم علاقات التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة من خلال المشاركة في التدريبات المشتركة وتبادل الزيارات بين المسؤولين وتوقيع بروتوكولات واتفاقيات التعاون الأمني والتكامل الاستراتيجي والذي يشمل التعليم والتدريب وإجراء التمارين المشتركة وتبادل الخبرات في مختلف المجالات التدريبية والأمنية والفنية وتعزيز التعاون العسكري والأمني وإلى جانب ذلك ينهض الحرس الوطني بأدوار إنسانية واجتماعية وتنموية متنوعة من خلال واجباته الوطنية وبالتعاون مع الجهات المختصة وذلك إلى جانب الإسهامات المشهودة في حماية المقدرات والمكتسبات الحضرية والتنموية للمملكة هذا وسجل الحرس الوطني أيضا إنجازات رياضية بمختلف البطولات رافعا اسم مملكة البحرين عاليا في جميع المحافل الإقليمية والدولية حيث يؤكد في عامه السادس والعشرين على مسيرته ودوره الوطني التكاملي مع قوة دفاع البحرين وقوات الأمن العام في الدفاع عن الوطن وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين